السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرحنا في الجزئية أو في المقطع السابق عن كيفية تحويل العدد الكسري إلى الكسر غير الفعلي طبعا العدد الكسري يتكون من ثلاثة رقام رقم فوق رقم تحت ورقم على الجهة اليسرى أما الكسر الغير الفعلي فالرقم اللي فوق أعلى قيمة من الرقم الذي في الأسفل تمام طيب نجي يعني مثلا خلنا وضح لكم بعد النقطة بس زيادة ما عليش القلم يعني لو نقول هنا ثلاثة عش على اثناش شوفوا الثلاثة عش أكبر قيمة منها اثناش اذا هذا كسر غير فعلي نجي للشريحة اللي بعدها طيب كيف 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 أحول كسر غير الفعلي إلى كسر العدد الكسري تمام طيب أول خطوة من الخطوات نكتب هذا اللي هو هنا نضع خط شوفت شنون بدين الرقم اللي تحت شوفوها خط بدين الرقم اللي تحت تمام ننسى خبس ثاني خطوة نقسم العدد اللي فوق على العدد اللي تحت طيب يبتبقى كم كم رقم مثلا لأن ال 11 ما تقبل القسم على ال 4 يمكن يبقى 1 أو شي المهم نضع الرقم 1 هنا تمام والرابع خطوة نضع كم مرة ضربنا الرقم الذي في الأسفل ليصبح لأقرب عدد من الرقم الذي في الأعلى ثم نضعه بجانب الكسر كم ضربنا حتى وصلنا للعدد المقارب لل 11 راح نجيبها بتطبيق عملي طيب عندنا الرقم هذا أول شي نسويه ننسخ آه تمام كتبنا هذا لتشوفون واضح نقلناه شفتوا هذا نقلناه نفس ما هو هنا تمام أول شي نقسم العدد أو ثاني شي نقسم هذا هذا وشي ثاني شي نقسم العدد نشوف أربعة في واحد تساوي أربعة أربعة في اثنين تساوي ثمانية أربعة في ثلاثة تساوي اثناش إذن نقف على الرقم هذا تمام نقف على الرقم هذا طيب كم كم المتبقي المتبقي ثلاثة هنا نحط ثلاثة تمام لأن ثمانية ثمانية ناقص احدعش تساوي ثلاثة تمام طيب كم مرة ضربناه واحد ثنين ضربناه مرتين إذن نحطه بالشكل هذا إذن هذا الجواب الصحيح ثنين على ثلاثة على أربعة تمام نجي للمسألة اللي بعدها عشان تاضح أول خطوة نكتب هذا شفتوا هذا نكتبه نفس ما هو تمام ثلاثة ثاني خطوة نقسم العدد هذا على هذا أو نجيب اللي هو شو اسمه الجدول الضرب ثلاثة بعد هيش بعد ستة بعد تسعة بعد إيش ثنعش بعد إيش خمسطعش بعد ثمان طعش هنا واحد في ثلاثة هذا اثنين في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة أربعة في ثلاثة خمسة في ثلاثة ستة في ثلاثة سبعة في ثلاثة واحد وعشرين طيب نبغى الرقم اللي تحت بشرط انه ما يتعدى الرقم هذا نقص العداد هذه ثمنتعش منطعش ناقص اشرين يساوي اثنين اذا اثنين هذه وين نحطها نحطها هنا طيب كم مرة ضربنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا ستة على اثنين من ثلاثة شفتوا شنون هذا هو الحل نعطيكم مسألة ثانية عشان تترسخ اول خطوة نكتب خط بدين اربعة عش الرقم اللي تحت طبعا اربعة عش في واحد اربعة عش في واحد تساوي اربعة عش تمام اربعة عش في اثنين تساوي ثمانية وعشرين خلاص نقف نقف اله هنا لان هذا العدد هو اقرب عدد ممكن من الخمسة عش تمام اربعة عش ناقص خمسة عش تساوي كم تساوي واحد هذا بالناقص طيب كم مرة انا ضربت عشان تصل لأقرب عدد واحد ضربت مرة واحدة تمام اذا واحد على واحد على اربعة عش الحمد لله الحمد لله لدينا الرقم الثاني اول خطوة نحط شرطة او خط ما اسمه هذا ثم ستة نقول ستة في واحد وهكذا ستة في واحد انا من ابكات اتبع شبس اختصار بس اكتب على طول النتيجة بعدين اثنعش بعدين ثمنتعش بعدين اربعة وعشرون خلاص نقف له هنا هذا ما نحتاجه هذا لانه عدد اكبر من اثنين وعشرين ناخذ هذا هذا بكم ضرب ثلاثة تمام طيب اه ثمنتعش ناقص اثنين وعشرين عليش كتبتها بشكل غير واضح لكن يلا ما يخالف هتحملوني يساوي اربعة تمام الاربعة ونوديها هذه نحطها فوق تمام كم ضربنا من مرة ضربنا من مرة مرتين ثلاث مرات ثلاث مرات اذا هنا ثلاثة على اربعة من ستة وشكرا لكم على الاستماع اتوقع ان هذه اخر معادلة وطبع فيه مقطع سابق لكيفية التحويل راح اضعها في وصف الفيديو وشكرا لكم على المشاهدة وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله الباقيات الصالحات ترجمة نانسي قنقر